بسم الله وكفى والحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى مرحبا بكم طلاب وطالبات الصفة الأول المرحلة المتوسطة إن شاء الله سوف نبتدئ حساسنا في مغرر الرياضيات للصفة الأول المرحلة المتوسطة بالوحدة الأولى والتي تحت عنوان مجموعة الأعداد النسبية إعداد وتقديم أستاذ الطاهر فيزياء رياضيات مغرر الرياضيات للصفة الأول المرحلة المتوسطة يتكون من ثمانية وحدات الوحدة الأولى مجموعة الأعداد النسبية الوحدة الثانية الجمل الرياضي والمعادلات الوحدة الثالثة المضلعات والوحدة الرابعة الزوج المرتب والعلاقات والوحدة الخامسة التكافؤ والوحدة السادسة النظام الثنائي والوحدة السابعة التشابه وأخيرا الوحدة الثامنة الإحصاء الوحدة الأولى مجموعة الأعداد النسبية تمهيد سبغى وأن تعرفنا على مجموعة الأعداد الطبيعية التي يرمز لها بالرمزطة وعرفت بأنها هي مجموعة الأعداد التي تستخدم في العد ويرمز لها بالرمزطة وتكتب المجموعةطة تساوي المجموعة التي عناصرها 1-2-3 إلى ما لا نهاية وكذلك تعرفنا على مجموعة الأعداد الكلية والتي رمز لها بالرمز كاف وعرفت بأنها هي مجموعة الأعداد التي تبدأ من الصفر إلى ما لا نهاية ويرمز لها بالرمز كاف وتكتب المجموعة كاف تساوي المجموعة التي عناصرها 0-1-2-3 إلى ما لا نهاية إذن مجموعة الأعداد الطبيعية اتحاد المجموعة صفر الناتج هو مجموعة الأعداد الكلية الطبيعية لما نضيف لها صفر الناتج مجموعة اسم مجموعة الأعداد الكلية طيب الطبيعية لما تتحد مع الأعداد السالبة المناظرة لمجموعة الأعداد الطبيعية ولما تتحد مع المجموعة التي عناصرها صفر الناتج مجموعة اسم مجموعة الأعداد الصحيحة إذن مجموعة الأعداد الصحيحة هي اتحاد مجموعة الأعداد الطبيعية ومجموعة الأعداد السالبة المناظرة لها والمجموعة صفر ويرمز لها بالرمز صاب وتكتب المجموعة صاب تساوي المجموعة التي عناصرها صفر واحد اثنين إلى ما لا نهاية سالب واحد سالب اثنين إلى ما لا نهاية نلاحظ أن مجموعة الأعداد الطبيعية جسئية من مجموعة الأعداد الكلية ومجموعة الأعداد الكلية جسئية من مجموعة الأعداد الصحيحة ونلاحظ أن هذه المجموعات جميعها مجموعات غير منتهية السؤال هل مجموعة الأعداد الصحيحة جسئية من أي مجموعة أخرى وما هي هذه المجموعة هذا موضوع درسنا لهذا اليوم ضع العدد الذي يجعل الجملة صحيحة شنو زايد اثنين الناتج خمسة أكيد تلاتة تلاتة لما نجمع لها اثنين الناتج هو خمسة ونلاحظ أن العدد تلاتة ينتمي لمجموعة الأعداد الطبيعية طيب شنو زايد خمسة الناتج سالب ثلاتة أكيد سالب ثمانية لأنه سالب ثمانية زايد خمسة عددان مختلفان في الإشارة بنوجد الفرق ونضع إشارة العدد الأكبر إذن العدد سالب ثمانية جعلية الجملة صحيحة ونلاحظ أنه سالب ثمانية بتنتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة طيب اثنين في شنو الناتج واحد اثنين لما نضرب في العدد كم الناتج بقيني واحد تعالوا نشوف جرب لو ضربنا الاثنين في واحد أكيد الجواب ما اثنين إذن العدد واحد ليس حل لهذه الجملة طيب تعالوا نضرب الاثنين في نص لما نضرب الاثنين في نص أكيد الناتج واحد ليه؟ لأنه لما نختصر الاثنين على الاثنين في الواحد ولما نختصر الاثنين على الاثنين في الواحد واحد على واحد الناتج واحد واحد في واحد الناتج واحد إذن العدد نص هو الذي يجعل الجملة صحيحة لكن السؤال هل النص ينتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة؟ هل ينتمي لمجموعة الأعداد الطبيعية؟ هل ينتمي لمجموعة الأعداد الكلية؟ الإجابة طبعا بالنفي النص لا ينتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة ولا ينتمي لمجموعة الأعداد الطبيعية ولا ينتمي لمجموعة الأعداد الكلية إذن ماذا نسمي العدد نص؟ العدد نص يسمى بالعدد النسبي ليه نسبي؟ لأنه وضعنا في صورة ألف على بأ ألف مثل ليه الواحد البأ مثلت ليه الاثنين وباللاحظ أنه المغام لا يساوي الصفر إذن في هذه الحالة بنسمي العدد نص عدد نسبي لأنه موضوع في صورة كسر أي في صورة ألف على بأ وباللاحظ أيضا أنه العدد نص بتكون ليه من بسط الكسر واحد ومن مغام الكسر اثنين والواحد والاثنين عددان الغاسم المشترك الأكبر لهما هو الواحد الصحيح غواسم الواحد هي الواحد غواسم الاثنين هي الواحد والاثنين إذن الغاسم المشترك الأكبر بين العددين هو الواحد الصحيح إذن طلابي وطالباتي بنقول العدد نص موضوع في الصورة العامة للعدد النسبي ليه موضوع في الصورة العامة للعدد النسبي لأنه حقق الشرط إن الغاسم المشترك الأكبر بين العددين هو الواحد الصحيح إذن العدد النسبي هو العدد الذي يمكن كتابته على الصورة ألف على بأ حيث ألف وبأ أعداد تنتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة والغاسم المشترك الأكبر لهما الواحد الصحيح حيث بأ لا تساوي الصفر العدد النسبي اللي بيكون في هذه الصورة بنسميه عدد نسبي موضوع في الصورة العامة له أي موضوع في أفسد صورة مثلا النص عدد نسبي الاثنين على ثلاثة عدد نسبي موضوعان في الصورة العامة ليه؟ تعالوا نشوف الاثنين على ثلاثة غواسم العدد اثنين هي الأعداد التي يقبل العدد اثنين القسم عليها وهي اثنين وواحد غواسم العدد ثلاثة هي الأعداد التي يقبل العدد ثلاثة القسم عليها بدون باغي وهي الثلاثة والواحد ونلاحظ أن الغاسم المشترك بين الاثنين والثلاثة الأكبر هو الواحد الصحيح إذن بنقول اثنين على ثلاثة عدد نسبي موضوع في الصورة العامة طيب النص برضو حقق الشر إذن بنسمي النص عدد نسبي موضوع في الصورة العامة تعالوا نشوف اثنين على أربعة هل هذا العدد عدد نسبي؟ نعم لأنه موضوع في صورة ألف على بأ والبأ لا تساوي الصفر لكن هل اثنين على أربعة موضوع في الصورة العامة للعدد النسبي؟ لا ليه؟ لأنه غواسم العدد اثنين هي الاثنين والواحد وغواسم العدد أربعة هي الاثنين والأربعة والواحد إذن نلاحظ الغاسم المشترك الأكبر بين العددين هو العدد اثنين وليس الواحد الصحيح إذن بنقول اثنين على أربعة عدد نسبي لكن ما موضوع في أبسط صورة طيب لو قلت لك أضعه في أبسط صورة ها نختصر البسط والمغام على الغاسم المشترك الأكبر اثنين على اثنين في الواحد أربعة على اثنين في الاثنين ورجعنا للعدد نص إذن النص بتكافي اثنين على أربعة أي النص تناسب اثنين على أربعة طيب لو سألتك من أربعة على ستة هل هذا العدد عدد نسبي؟ نعم ليه نسبي؟ لأنه موضوع في صورة ألف على بأ طيب لو قلت لك هل هذا العدد موضوع في الصورة العامة له؟ بقول لك لا ليه؟ لأنه الغاسم المشترك الأكبر بين العددين ليس الواحد الصحيح ما هو الغاسم المشترك الأكبر بين العددين؟ هو العدد اثنين تعالوا نقسم البسط والمغام على اثنين أربعة على اثنين الناتج اثنين ستة على اثنين الناتج تلاتة ورجعنا للعدد النسبي اثنين على تلاتة وهو العدد الموضوع في أفسط صورة له وهو موضوع في الصورة العامة إذن ممكن نقول اثنين على تلاتة تكافي أربعة على ستة إذن العدد النسبي إما يكون في الصورة العامة وإما أن يكون من مكافي العدد النسبي إثنين على تلاتة أربعة على ستة إثنين على أربعة واحد على إثنين جميعها تمثل أعداد نسبية تعالوا نحصر في مجموعة اسم مجموعة الأعداد النسبية تعرف مجموعة الأعداد النسبية بأنها هي الأعداد التي تكتب في صورة ألف على بأ حيث ألف وبأ أعداد بتنتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة والبأ لا تساوي الصفر ويرمز لمجموعة الأعداد النسبية بالرمز تكتب مجموعة الأعداد النسبية بالصفة المميزة كالآتي المجموعة نون تساوي المجموعة التي تحتوي على العدد الموضوع في صورة ألف على بأ حيث ألف وبأ أعداد بتنتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة والعدد بأ لا يساوي الصفر بنسمي ألف وبأ معا حدي العدد النسبي بنسمي ألف فقط بسط العدد النسبي بنسمي بأ فقط مغام العدد النسبي السؤال هل مجموعة الأعداد الصحيحة جسئية من مجموعة الأعداد النسبية تعالوا نشوف مثلا العدد خمسة عدد ينتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة ممكن العدد خمسة أكتب في صورة ألف على بأ حيث بأ لا تساوي الصفر ممكن الخمسة يساوي خمسة على واحد إذن العدد خمسة أيضا هو عدد نسبي ليه؟ لأنه كتبت في صورة ألف على بأ كذلك العدد اثنين ممكن أكتب في صورة ألف على بأ وكذلك العدد الثلاثة ممكن أكتب في صورة ألف على بأ إذن الخمسة والاثنين والثلاثة هي أعداد تنتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة ممكن نقول مجموعة الأعداد الصحيحة هي مجموعة جسئية من مجموعة الأعداد النسبية لماذا؟ لأن الخمسة على واحد حققت الشرط وهو عدد موضوح في صورة ألف على بأ والبأ لا يساوي الصفر أي المغام لا يساوي الصفر وهو الواحد الصحيح كذلك اثنين على واحد حققت الشروط وثلاثة على واحد حققت الشروط إذن مجموعة الأعداد الصحيحة مجموعة جسئية من مجموعة الأعداد النسبية إذن ط جسئية من كاف وكاف جسئية من صاد جسئية من نون تمثل بشكل فين هكذا مجموعة الأعداد الصحيحة مجموعة الأعداد النسبية ط جسئية من كاف كاف جسئية من صاد صاد جسئية من نون مثال ميز العدد النسبي واحد على ثلاثة عدد نسبي لأنه موضوع في صورة ألف على بأ حيث بأ لم تساوي الصفر ثلاثة على اثنين عدد نسبي لأنه موضوع في صورة ألف على بأ حيث ألف وبأ أعداد صحيحة تنتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة وبأ لا تساوي الصفر الخمسة عدد نسبي لأنه ممكن أكتبه في صورة خمسة على واحد والخمسة والواحد أعداد بتنتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة والمغام لا يساوي الصفر وهو الواحد الصحيح سبعة على تمانية عدد نسبي ليه؟ لأنه البسط والمغام أعداد صحيحة بتنتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة والمغام لا يساوي الصفر تسعة على صفر أي عدد على الصفر في الرياضيات بنسمي كمية غير معرفة إذن تسعة على صفر لا يحتبر عدد نسبي لأن المغام ساوى الصفر هل الصفر عدد نسبي؟ نعم لأنه ممكن أكتبه في صورة صفر على واحد باللاحظة البسط والمغام أعداد بتنتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة والمغام هنا لا يساوي الصفر وهو الواحد الصحيح إذن تحققت جميع الشروط واحد على ثلاثة عدد نسبي ثلاثة على اثنين عدد نسبي خمسة عدد نسبي سبعة على تمانية عدد نسبي تسعة على صفر ليس عدد نسبي صفر عدد نسبي مثال اثنين أي من الأعداد النسبية الآتية موضوع في الصورة العامة للعدد النسبي اثنين على ثلاثة عدد نسبي موضوع في الصورة العامة لأن غواسم العدد اثنين هي الاثنين والواحد غواسم العدد الثلاثة هي الثلاثة والواحد وأكبر غاسم مشترك بين العددين هو الواحد الصحيح إذن تحقق الشرط إذن اثنين على ثلاثة عدد نسبي موضوع في الصورة العامة خمسة على عشرة هل موضوع في الصورة العامة؟ باللاحظ أن الخمسة غواسمة هي الخمسة والواحد والعشرة غواسمة هي العشرة والخمسة والواحد هل الغاسم المشترك الأكبر بين العددين هو الواحد الصحيح؟ لا الخمسة أكبر من الواحد إذا الخمسة على عشرة عدد نسبي ليس موضوع في الصورة العامة أي ليس موضوع في أفسد الصورة له أي ليس الغاسم المشترك الأكبر بين العددين الواحد الصحيح ماذا عن سبعة على تمانية؟ غواسمة العدد السبعة هي السبعة والواحد غواسمة العدد الثمانية هي الثمانية والأربعة والاثنين والواحد هل الغاسم المشترك الأكبر بين العددين؟ الواحد الصحيح نعم إذن سبعة على تمانية موضوع في الصورة العامة للعدد النسبي ماذا عن أربعة على ستة؟ أربعة على ستة نشوف غواسم العدد أربعة ما هي الأعداد التي يقبل العدد أربعة القسم عليها بدون باغي؟ هي الأربعة والاثنين والواحد ما هي الأعداد التي يقبل عليها العدد ستة القسم عليها بدون باغي؟ هي الستة والثلاثة والاثنين والواحد لو سألتك ما هو الغاسم المشترك الأكبر بين العددين؟ بتقول لي الاثنين إذن أربعة على ستة غير موضوع في الصورة العامة للعدد النسبي لأن الغاسم المشترك الأكبر بين العددين ليس الواحد الصحيح إنتنا تمرين ختاما تعلم فليس المرء يولد عالما أستاذ الطاهر في زيارياضيات